يعني في مرحلة من المراحل مش نحن يعني ناس طبعا هذا راح يكون تراكم في الفيسبوك والإنترنت وغيرها هل بنوصل المرحلة إذا ما طلعنا مظاهرة راح في النهاية اللي صار في تونس فيسبوك وغيرها في البداية في مصر نفس الشيء آخر شايف شفتوها الناس تطلع الرصد الإعلامي ممكن لجل الإعلامي تقوم فيه كل ما ممكن يعني يعني يعطي دافعية داخلية على مستوى الصف على مستوى الناس اللي قاعد يتحركون ضروري أن نرصده ونوصل لهم بطريقة أخرى رقم واحد الرصد الإعلامي ممكن لجل الإعلامي تقوم فيه كل ما ممكن يعني يعطي دافعية داخلية على مستوى الصف على مستوى الناس اللي قاعد يتحركون ضروري أن نرصده ونوصل لهم بطريقة أخرى خدمة الدفع الإلكتروني اللي هي كل شخص يستطيع أن يدفع فواثيره يدفع معاملاته المالية عبر بوابة واحدة اللي هي بوابة الدفع الإلكتروني تقدم أحمد الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر